ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن قواعد زهبية للحفاظ على الصحة الجنسية وان شاء الله في القواعد دي لو هي مش متوفرة عندك هقولك على العلاق بتاعها وانت موجود في الصيدلية بس تعال ان شاء الله قبل من اقول اي حاجة تعال بس نعملنا حاجة نشربها ونرجع لموضوعنا تاني السلام عليكم الاخبار يا رب تكون دايما بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن قواعد زهبية لازم نعملها عشان نحافظ على الحياة الجنسية بتاعتنا القواعد بتاعتنا دي ان شاء الله هنلخصها في كزا اسليد مهمين جدا بيهوا طريقة ممتعة جدا غير مملة وان شاء الله هنتعلم فيها ازاي نمنع المشاكل اللي ممكن تحصل عندنا وازاي نحافظ على الصحة الجنسية بتاعتنا اول خطوة معانا لازم نمنع التدخين لان التدخين ده بيأثر على الصحة الجنسية والصحة عامة طيب ازاي نمنع التدخين عن طريق اننا نجيب حاجة اسمها شامبكس يعني معروف اصلا معروف اول خطوة في كتب العلم او الكتب الطبية او الابحاث العلمية يقولك علشان تحافظ على الصحة الجنسية قبل ما تدي اي حاجة تزود من الانتصاب او تعالج سرعة القصف لازم نعالج التدخين الاول هو بينصح دايما باستخدام الشامبكس الشامبكس ده منتج عالمي ومادة عالمية يعني معروفة بص مكتوبة كده في كل الكتب قالك السموكر بيشاند يعني المريض اللي هو اللي بيدخن لازم نعمله كروس سيلنج بيه اللي هو الشامبكس يعني كروس سيلنج يعني لو احنا بندله مسلسل دنافيل لازم ندي معاه الشامبكس لازم 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 يعني اهم خطوة من الخطوات الصحة العامة لازم نعالج التدخين تاني خطوة معانا لازم ننام نوم كفاية خلال اليوم لازم ننام من خلال مسلا من ستة لثمان ساعات في اليوم طيب فلنفترض دلوقتي انا مش فاضي او مش عارف او بسبب التواطر اللي لنا فيه مش عارف انام يعني مسلا النوم المتقطع دي هو اسوأ نوم ممكن الشخص يبهدله في حياته لازم الواحد ينام خلال اليوم من ستة لثمان ساعات متواصلين طيب ما نش عارف انام يبقى مسلا قبل ما جنام ولا حاجة اخد اي حاجة فيها ملاتونين والملاتونين دي مادة فعالة مهمة جدا امنة على جميع المرضى اللي هما بياخدوا ادوية او الاشخاص اللي هما كبار السن مادة ملاتونين مادة امنة جدا ممكن تروح الصيدلية تقول له ان عاوز اي حاجة فيها ملاتونين بتبقى متوفرة بتركزين اللي هو التلاتة ميلي جرام والخمسة ميلي جرام طيب فلنفترض دلوقتي انا ما بيحبش اخد القراص نبدأ ناخد اللي هو ممكن ناخد اللي استخدم الشراب عادي بدون اي مشاكل في منتج اسمه كتز ملاتونين دي اعتبرا من منتجات اللي هي كويسة جدا علشان الشخص ينام نوم عميق ونوم كويس جدا يحافظ على الصحة عامة طيب تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم الشخص يعملها في نفسه اللي هو يمنع الاباحية والاستمناء والتخيالات الجنسية ويمنع الاستثارة عنده يعني طول ما انا بمنع الاستثارة طول ما هتبقى الصحة الجنسية كويسة جدا والصحة عامة في وضع النشاط دايما تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم الشخص يمشي في اليوم مثلا على اقل ساعة في اليوم وعلى فكرة من الشرطي تقعد تجري على فكرة ماشي افيد من الجري بمراحل كترة جدا ولو عملت مثلا خمسة ضغطة وخمسة بطن مع الماشي هيبقى كويس جدا لان الماشي ده يعتبر من الحاجات المهمة جدا لان الشخص طول ما هو ماشي بيعرف ينظم الهوى اللي داخل والهوى اللي طالع وبالتالي الجسم بيستفد اكتر من الماشي اكتر من الجري طيب فنفترض بقى لواحد خلاص بقى يبدأ يمشي ممكن يزود مع الماشي والكلام ده حاجة اسمها الكرنتين الكرنتين دي من المنتجات اللي هي كويسة جدا بتزود الحرق في جسم الانساني يعني بتخلصك من الدهون اللي تبقى موجودة في منطقة البطن لان تراكم الهرمونات في البطن ده بيتزود من انتاج هرمون الاستروجين اللي هو بيزود او بيكسر هرمون التستستيرون وبالتالي الصحة الجنسية بتبدأ لها تضهور وبالتالي ممكن نزود مع الماشي اللي احنا بنعمله والرياضة اللي احنا بنعملها خلال اليوم ممكن نزود قرص الكرنتين بس تعالى اقولك بقى عن مميزات والعيوب بتاعت الكرنتين اول حاجة الكرنتين له مميزات كترة جدا اللي هو بيبقى يزود من كسافة وكتلة العظام تاني حاجة بيحسن من وظائف الدماغ وبيحسن الزاكرة تاني حاجة بيخفض مستويات السكر في الدم تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي هي بتعالج الارهاق والتعب تاني حاجة بيخفف من اعراض الاكتئاب تاني حاجة بيزود الخصوبة عند الرجال تاني حاجة برضو بيحسن من الخصوبة عند السيدات تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي هو بيزود الحرق في جسم الانسان بس المهم الجرعة المعتادة للعلاج لازم تركز فيها كويس جدا بيقولك قبل ما تستخدم الالي كرنتين او حباية الالي كرنتين لازم قبل ما تاخد الحباية بساعة لازم تشرب لك لتر مية قبل ما تاخد الجرعة بتاعتك طيب الجرعة بتبقى مرة واحدة بس يوميا قبل التدريب يعني انت هتتضرب مسلا الساعة خمسة العصر الساعة اربعة هتاخد الحباية الساعة تلاتة تشرب كمية كبيرة من المية يبقى هو الترتيب هي مش كده هيبقى تجدير مسلا هتبدأ تشرب مية من اول الساعة تلاتة العصر بعد كده هتاخد الحباية الساعة اربعة وتشرب معاية كمية كبيرة من المية بعد كده هتطلع على التدريب او الماشي او تعمل تمرين بطن ضغط او اي كلام من ده الساعة مثلا او بعد الحباية بساعة تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم الشخص يحاول ما ينرفش نفسه او يتعصب او ما يتخنقش من نفسه وبلاش نتقرب او نوتر من نفسنا ونمنع القلق تماما طب الكلام ده هيجي ازاي هيجي عن طريق ان هنا نقلل من استخدام السوشيال ميديا لان سبب التوتر والمشاكل اللي احنا فيها بتبقى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي لان بيبدأ الشخص بقى يشوف ده ويشوف الشكل ده ويبدأ يشوف شكل ده يبدأ يشوف نصيح من ده ونصيح من ده ونصيح من ده ونصيح من ده وولتا ما بعملش النصيح دي ويخش في موجة اكتئاب وقلق والطراب وده بيقلل من الصحة الجنسية عند الرجال والسيدات برضه تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا نظام الاكل نظام الاكل لازم نغيره تماما لازم نلغي اي حاجة معلبات تاني حاجة الزيوت المدرجة لازم نمنعها تماما السكر والملح السم الابيض لازم نقللهم تماما السكر والملح دول لازم نمنعهم تماما طيب انت كده قلتل ايه احنا كده هنمنع كل حاجة لا تا في اكلات كتيرة جدا صحية ممكن الشخص يأكلها عادي بدون اي مشاكل وكتيرة جدا شايف الاكل الكتير الصحة ايه بنجر طماطم خيار جزر بصل لمونجر جير رمان مشروم كرافس بقدونس خاص فجل سبان اخ ملوخية كل الكلام دي اكل صحي اكل صحي بيحافظ على الصحة عند الرجال والسيدات والمقصرات مهمة جدا للصحة الجنسية واللحوم والاكل البحر كله كويس جدا للصحة الجنسية عند الرجال والسيدات يبقى ازا لازم نلغي الاكل اللي هو الغير صحي ونزود من الاكل اللي هو الصحي تاني حاجة ممنوع نمنع اي وجبة خلال اليوم لازم نفطر لازم نتغدى لازم نتعش ممنوع نمنع اي وجبة خلال اليوم وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم نشوفكم الحلقة الجاعة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته